موسيقى قال رئيس الوزراء ابراهيم محلب ان الانتخابات البرلمانية ستجرى نهاية العام الجاري والانية لتأجيلها ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن محلب قوله انه يجري حاليا اعداد التجهيزات اللوجستية لتلك الانتخابات من اجل اكتمال بناء اركان الدولة المدنية حسب قوله واضاف محلب ان اعلان حركة المحافظين سيكون قريبا لكنه لم يحدد توقيتا بعينه ومعنا عبر الهاتف من القاهرة ياسر الهواري عضو اتلاف شباب الثورة سابقا ياسر هل اجراء الانتخابات في نهاية هذا او قبل نهاية هذا العام كما قال رئيس الوزراء هذا الوقت كاف لاجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية هو يعني بص هو يعني سطر التلات شهور انت بتكلم سطر شهور والغاية دلوقتي لسه ما تعرفش تقسيم الدوائر من قبل طبعا ده مسألة في المنطقة الغرابة يعني انك اللي هينزل اللي عايز ينزل التكابات ده مش عارفة يشتغل على الدارس كله عامل ازاي ده تحدي طبعا صعب جدا بالاضافة بقى لانه التحدي الاكبر بقى المناخ نفسه اللي مصر انت دلوقتي تتكلم في حالة من الهياج في الاعلام وفي يعني بشكل عام انه اي حد ما بيقل ما بيسبحش الحل بالسلطة خين وعميل واخوان ومعرفش وحاجات كده فده ما ناخ اولا ده ما ناخ ما بشكلش عن الدخبات بالاضافة الى ان الحكومة جاد دلوقتي محطتش تقسيم الدوائر ولا حطت قانون الدخبات فبالتالي انا بعتقد من فترة ثلاث شهور بيت ولا هيتعمل فيها اي حاجة ليعلقوا للدخبات والدخبات تطلع فكلاها عاجيب جدا يعني هذا الكلام الذي تقوله تشكيك في مقاله محلب بامكانية اجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام ام انه انطباع عن شكل هذه الانتخابات وعدم ديمقراطية هذه الانتخابات لا مش تشكيك تشكيك ليه ما ممكن يعمل الانتخابات بثلاث شهور يعني ما فيش مشكلة انه هو يعمل الانتخابات بثلاث شهور بس انا بقولك ان المناخ ده ده مش مناخ التخبات يعني انت هيا المناخ فين المطاق الشرف الاعلامي اللي الناس تكلمت عليه من بداية الاحداث لان ده اهم حاجة لان ما كانت انا بقولك اي حد في اي حد دلوقتي ما بيتكلمش بس اليوسف قال كلمة في المطار مع واحد اعلامي بيتكلمه فيه رفع قضية عليه لصحب جنسية ده ما ناخد ما بيساعدش على لا اجواء ديمقراطية ولا الدخامات ديمقراطية ولا اي حاجة ده ما ناخد هذا الشكل طيب وانتم وانت يعني كعامل في المجال السياسي ياسر كيف تواجه هذا المناخ انت وغيرك من العاملين في المجال السياسي والذين شاركتم في ثورة يناير كيف ما هي خطتكم لمواجهة هذا المناخ بف انت يعني خلي بالك انه في الاخر اللي زي واللي زي وزي اي حد اشترك في ثورة يناير هو ما عندهش غير الكلمة اللي عنده والكلمة دي بترحها للذائي العام هتلاقي فيه ناس انضمت ليك الموضوع في المنطقة الصعوبة لانك الاعلام فعلا والجو العام فعلا وطبيعة الصراع اللي دخل اللي بقى بين الدولة ما بيقى من طرف وبيقة ومؤسسات الدولة من طرف وبين جماعة الاخوان المسلمين من طرف تاني خل بقى اي حد يتكنم على اجواد طيب انا يعني اسأل تحديدا عن موقفكم من الانتخابات المقبلة هذه هل ستشارك بها انت واتلافك ام ستقاطع هذه الانتخابات يعني كيف هو التصور لمشاركة الفئات السياسية المختلفة في هذه الانتخابات انا بالنسبة لي انا شخصيا كشخص مليش علاقة مش ككيان او اي حاجة لانه مفيش كيان دلوقتي احترالش هو السورة تم حل من الزمان حتى التعريف فابقا يعني بشكل شخص يعني انا لغاية دلوقتي مش مرتاح للاجواء في العملية وبالتالي انا غالبا مش هقدر يعني لانه الاجواء فعلا في مطار صعوبة اذا اذا انت اي حد بصحب الجنسة منه علشان كلمة قالها في المطار مع واحد زي نفس عمل يبقى انت لما تيجي تنزل انتخاباتها هيتقال عليه فاصل من كده بسي وبالتالي ده مسائل دي مسائل اعتقد من الصعوبة جدا ان تخلي حد يبقى عنه استعداد ان هو يدخل الموطرة وبالتالي انتخاباتها يبقى شكلها يعني اعتقد زي انتخابات 2010 نعم شكرا جزيلا